فاندايك بيقول ان الشارع هو السبب كليني بيقول ان جوارديولا هو السبب دلخت بيلعب كلاعب ارتكاز في فريق ناشئين آيكس وليب بيشايفوا اعظم من مالدينيو باريزي لما كانوا في نفس السن العالم كله بيسأل هم المدافعين راحوا على فانا موسيقى في الثمانينات والتسعينيات كان تعريف كلمة مدافع بالنسبة لنا انه ده الراجل اللي بيعرف يقطع الكورة بيدخل في التحامات بيشل حركة المهاجم اللي بيلعب عليه اساطير زي باريزي، نيستا، كاننافارو، مالديني كل الاسماء دي كانت بالنسبة لنا اساطير لانهم كانوا بيوضحوا المعنى ده وكانت كلمة مدافع دايما بتختارن باسم ايطاليا وايس فجأة كل ده اختفى جورجو كيليني اللي بيعدى اخر المنتمين تقريبا المدرسة دي بيقول ان بيب جوارديولا هو السبب في اللي حصل وانه المدافع اصبح تقيمه في الوقت الحالي على انه الراجل اللي بيعرف يباصي وبيعرف يطلع بالكورة وان قدرة المدافع على انه يلعب منتومان ويقدر يشل حركة المهاجم اللي معاه ما عادتش بنفس الاهمية اللي كانت موجودة زمان جيطانو موتشيارو صحف ايطالي بيشترك مع كيليني في نفس وجهة نظره تقريبا وبيقول انه الاكاديميات حاليا في ايطاليا بتختار المدافع على اساس كونه بيعرف يطلع بالكورة وده هو الاساس موتشيارو كمان بيقول ان المدربين في ايطاليا اتأثروا باللي جوارديولا عملوا لانهم كانوا ضحية لاتهامات كتير جدا بانهم مدربين جبنة وما عندهمش اي نوع من انواع الكرياتيفتي وبالتالي الرد هنا كان مطلوب والدليل على ده ان روبرتو منشيني في الوقت الحالي بيقدم كرة قدم ممتعة جدا بالمفهوم ده مع المنتخب الايطالي لأول مرة من سنين طويلة وربما على مرة تاريخ الاتذوري بالكامل محمدي علوي المدرب ومحلل الاداء اللي قضى فترات معايشة كتيرة في ايطاليا بيقول ان بعض المدربين هناك بيلقوا باللوم في الموضوع ده على أريجو ساكي اللي بالرغب من الثورة اللي عملها مع الميلا في نهاية الثمانينات الا انه كان البزرة الاساسية لتحول الدفاع من الدفاع رجل لرجل لدفاع المنطقة وبالتالي في خلال التدريبات اختفت تنبيينة اثنين على اثنين واللي كانت مسؤولة بشكل فعلي عن انك ازاي تقدر ترائب رجل لرجل وده يوصلنا لسؤال مهم جدا ليه العالم كله اتأثر بجوارديولا لهذا الحد وما اتأثرش بواحد مثلا زي أريجو ساكي عمل ثورة وقادل ميلا للفوز بدوري الابطال وقدم كرة قدم مختلفة تماما الاجابة ببساطة ان كل المدربين اللي جنب بعد اريجو ساكي كان عندهم نظام مختلف وقرروا ان هما يعتبروه مجرد مجنون كابيلو على سبيل المثال كان حاسس ان الكورة بدأت تخش في منحنة بدني وبالتالي فهو قرر يعتمد على اللعيبة طوال القامة الاقوية بدنيا اللي يقدروا يحمي فريق ساكي قال عنه انه خلاص منتهي النتيجة ان الميلا بيحسن الدوري مبكرا وبيوصل ثلاث مرات لنهاء دوري الابطال بيتوك فيهم بواحدة باربعة وتسعين بدرس قاسي جدا لكورة برشلونة وكرويف بالفوز بربعية دون رد كمان ليبي وانشلوتي كان عندهم نظامهم الخاص المايل اكتر للتوازن ما كانوش محتاجين ابدا يلعبوا بدفاع المنطقة ويعتمدوا على مدافع بيطلع بالكورة لان كمية صناع الالعاب وكمية المهاجمين اللي كانت موجودة في الفريق كانت مرعبة باقتم معنى الكلمة وعلشان كده ما كانش فيه احتياج لاي مدافع عنده اي نوع من انواع الكورة الجميلة السبب الاهم كمان في الرأيي في الموضوع ده هو انه ساكي مقدرش يكرر نفس تجربة النجاح دي مع فريق غير الميلان وان تجربه بعد الميلان كلها تقريبا كانت فشلة بينما جوارديولا رغم انه ما خدش دوري الابطال مع بايرن او مع سيتي لكن تحقيق اللقب الدوري كان انجاز كافي جدا علشان يثبت ان افكاره ما تزال على قد الحياة وانها تقدر تنجح في مستوى ومع كوارية لعيبة مختلف عن برشلونة وليوميسي وانيستا وتشافي وبقية الاسماء سام تيك صح في دابليتش الريبورت عمل تقرير عن الموضوع ده وقال انه بخلاف كل الاسباب دي ففي امور تانية اتغيرت في الكورة منها مثلا حماية اللعيبة من قبل الحكام لانه ببساطة اي فولات زمان مهما كانت درجة الرعونف اللي فيها كان ممكن تنتهي باعتزار من المدافع للمهاجم بينما دلوقتي نفس الفولات دي لو بتتكرر ممكن معظمها ينتهي بكروت حمرة سام كمان اشار في تقريره الى انه تغيير ادوار المهاجمين كان سبب قوي جدا في ده لان المهاجمين اصبحوا جزء من منظومة الضغط العالي اللي بيضغطوا بها علاقات الدفاع وبالتالي اصبح المدافع ملزم انه يكون عنده مهارات اساسية في كيفية الخروج بالكورة او على الاقل التمريد بشكل صحيح دي لغت على سبيل المثال كان مدافع قوي جدا في ايكس الفرق الناشئين لكن كانت حركته بالكورة مش بنفس القوة وده اللي اضطر مدربي ناشئين ايكس انهم يحطوه احيانا كلاعب ارتكاس في نص الملعب علشان يجبروه يلعب برجلي كتير السؤال المهم هنا بقى هل المدافع اللي بيقدر يخرج بالكورة عنده اساسيات الدفاع في كاس الامم الاوروبية في 2016 قرر انتونيو كونتي انه هيعتمد على بونوتشي كلاعب بيطلع بالكورة ويبني جملة كانت مكررة الجملة دي كانت انه بونوتشي بيستلم الكورة ويلعب كورة طولية متقنة جدا لأحد اللاعبين المنطلقين من الخلف للامام النتيجة انه اوطاليا سجلت الهدف الاول في بلجيكا بنفس الطريقة دي اللي اتكرارت في التمرين ملايين المرات لكن التمرينات دي كانت سبب انه يوفينتوس يتحمل كل حمقات بونوتشي من سوق في التغطية لسوق في الرقابة لسوق في التحمال كل ده لانه بونوتشي بيعرف يطلع بالكورة تخيل لو حد جي قالك من 10 سنين انه بعد 10 سنين يوفينتوس هيقرر التعاقد مع مدافع هولندي وكان السبب انه بيعرف يدافع احسن من الايطالي تفتكر كان ممكن ردك عليه بقى ايه انتر و ميلان كان حالهم اسوأ كتير من يوفينتوس لانه الانتر بعد صناقية لوسيو مع ويلتر سامويل دخل في ضيلمانة كبيرة جدا ما كانش عنده فيها اي مدافع يقدر يقدر يقدم له اي اضافة لحد ما كنتي وصل وقرر يعتمد على قط الدفاع السلاسي اللي كان لازم من وجهة نظره السنادي يبقى عندهم كورة الانتر تعاقد مع كولاروف ولعبه كقلب دفاع لانه ده اللعيب اللي هيعرف يلعب التمريرات الطولية وهتكون زيادته مهمة جدا في ناحية الشمال ونتيجة لده الكل شاف اللي حصل في الدربي قدام الميلاند باستوني وسكرينيار وحتى ديامبروديو كان برضو عندهم الزيادة سواء من العمق او على الاطراف وبرضو كان عندهم نفس المشاكل في الرقابة او عمل تاكلينج في الوقت المزبوط حتى دوفراي اللي بيعد اهم عنصر في خط دفاع الانتر السنادي تأثر سلبيا بكل التغيرات اللي عمالة تحصل حواليه الميلان كمان كان عنده نفس المشكلة لحد ما بابلو مالديني قرر انه يرجع الموضوع لطبعته تعاقد مع كاير من اجل حماية دفاعية اكبر والنتيجة انه كاير كان واحد من اهم لعبة الميلان الموسم اللي فات وهو اللي حرفيا لحد النهاردة شايل الدفاع طبعا احنا مش بنتكلم عن مشكلة لها علاقة بايطاليا بس لانه باستثناء فاندايك شوية راموس مفيش مدفع في العالم نقدر نسميه حاليا سوبرستار فاندايك شخصيا صرح في احد الانترفيوهات ان سر قوته في الالتحامات واستقلاص الكورة هو انه لعب في الشارع كتير وفي الشارع بتلعب واحد على واحد واحد على اثنين واحيانا واحد على تلاتة والحمد لله ان الشارع ما كانش فيه تفاق منطقة في الختام تطور المدافعين اصبح امر الزامي والوصول لنموذج فاندايك هو افضل شيء ممكن يحصل لكن التطور ده عمره ما هيمثل اي حاجة لو كان المدافع اللي بيعرف يطلع بالكورة ما عندوش اساسيات الدفاع لانه مهما قدملك من اضافات هجومية عمر الاضافات دي ما هتقدر تعود هافوالي ممكن تضيع مجهود الفريق كله على الفاضي علشان كده عمري ما هقتنع بما قولت ان الكينشيت ما عادش حاجة مهمة وانك ممكن تسجل اهداف كتير وتستقبل اهداف اقل لانه في ماتش متقفل وفريق لكن الاوتوبيس قدامك وده هيحصل لك كتير لو انت فريق كبير عمر المدافع اللي بيطلع بالكورة هيكون هنا سبب انك تكسب لك من المدافع اللي هيقدر يخرج الهجمة الوحيدة تقريبا اللي خصمك هيعملها عليك في مباراة زي دي هو ده اللي هيقدر يتمنلك الفوز ويقدر ما يضيعش مجهود زميله على الفاضي وده اللي بيأكد ان الدفاع في الشارع غلط على الدفاع المنطقة يومكم جميل بإذن الله